بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحيير سيناء وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحيير سيناء مؤكدا أن هذه المناسبة تدل على تقدير مصر العطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداء للوطن موضحا أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا بخرا لكل المصريين